بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم على مدن خطوط البيان الجوية قطار الطالة يشامل الفاتح يحييكم ويتمنى لكم رحلة سعيدة سوف نحلق بكم في هذه الرحلة على اتفاع مقدره أربعون وثلاثون ألف قدم في رحلة شيقة وممتعة نتجول من خلالها حول العالم من الشرق إلى الغرب استعداداً للإقلاع نرجو من الجميع الجلوس في مقاعدهم وربط أحزيمة السلامة ونرجو إقلال جميع الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية لتشويشها على جهزة الملاحة وإزعاج المساعدة Ladies and gentlemen, welcome to Bayon Airlines. This is your captain Ishamoub al-Fatih wishing you a pleasant flight. We'll be flying at an altitude of 34,000 feet in an exciting journey crossing over famous world cities from the east to the west. In preparation for take-off, please take your seats, fasten your seatbelts, and switch off all electronic items and mobile devices as they interfere with the aircraft navigation system as well as disturb the other passengers. وقبل أن نحلق بكم في رحلتنا الشيقة نستمع إلى شرح التفصلي من رئيسة مجلس إدارة طيران البيان الشيفة الدكتورة مين على تيبي فلت تطلب السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم قبل أن أبتدي أتكلم عن المدرسة أبتدي بس بالإيجابيات قبل السلبية أنا يعني ببارك للجماعة اللي ويانا من بداية المدرسة إلى اليوم وللجماعة اللي يبدأت إننا إحنا تقريباً انتهينا من كل شيء بالنسبة لنحط البيان كأساس للتعليم سواء في البناء خلصنا من كل شيء ما قيلنا وايض أشياء صغيرة نخلص منها صالنا ثلاث السنين وإحنا نركض سوينا إذا أنتوا لاحظتها بكل فخ الرنينغ تراج والسوكر فيلد ما لنا الحشيش اللي خلصنا السنة سوينا كل الحمامات في الابتدائي والنرسري والسنة إن شاء الله بصي نخلص بتجديد كل الحمامات هذه هاي أشياء واحد مكلفة للمدرسة بالنسبة للإنفرسة واللي باقي قليل والحين بالنسبة لنا يعني خلصنا بعد مرحلة التقييم مرحلة تقيير المدرسين تطوير الإدارة كلها برامج تعليمية كلهم تمينا فيها وقيمناها خاصة بالإنكليزي في ذي المرحلة والمالية بالنسبة للمدرسة ردينا سوينا نظام كامل يجيد وسوينا كذلك التكنولوجيا الآن عيالكم صغار بالنسبة للثنوي اللي هم اللي حيثون إن لحظة اللي تطقون على الإنترنت تطقون على البيان يطلع علامات عيالكم ويطلع شنو أمم سوين وشنو المطلوب منكم وأعتقد ما أدري وين تمارا المسؤولة في تشات أونلاين يعني بتكون على الإنترنت هاي بتكون على الإنترنت وتحجون معانا تكتبون تشات تسئلون كل الأسئلة اللي أنتوا تابونها أونلاين وهم يجاوبونكم في نفس اللحظة إن شاء الله أعتقد إنه بيبتدي مع الجريمة خلصنا كل المرحلة التأسيسية والحين نبي نسوي الشي اللي يديد في السنتين القادمتين غير النواقص من البنيان اللي هو باقي لنا عندنا تقييم لللقا العربية الحين خلص مرحلة البيان انتهت كمدرسة عادية اللي هو التحضير والتأسيس الحين بدينا ندخل كنموذج نموذج إنكملة كامل وإحنا نعطيه إلى المدارس الثانية وبالتعاون وإيا وزارة التربية علشان كل شي سوينا قاعدين نحضره عشان نعطيهم إياه وإحنا نكون النموذج فالحمد لله إننا في مرحلة التطوير القوية وستين الحين بياخذ من عندنا تحضير حق اللقا العربية نبي نطور برامج اللقا العربية إحنا نتبع وزارة التربية أكيد أنتو تعرفون في كل برامج اللقا العربية ولكن الحين بينا نقورها نسهلها ونحببها للأطفال فالسنة يعني يمكن عكم باتشل بنروح نتفق بنسافر عشان نتفق مع أحد ينا يراقب اللقا العربية مدة سنتين وفي خلالها يبتدي التطوير فإن شاء الله بعد نسمع ملاحظاتكم عندي فالحين يناحق قصة ديمة مراجي ها إحنا خلصنا السوكر فيلد قبل وخلصنا إذا لاحظتم المسجد مسجد شيخ خليفة بن سلمان حصلنا التبرع من عائلته وسوينا العتيبي بلدينج إذا عيالكم أكيد يدعمون في طول الوقت وسوينا اليونيفورم اللي هدوم غيرناهم وسوينا إنهاوس وعندنا الحين اعتبرت البيان كموديل حق الزراعة من مشاريع البحرين الهديدة فاختارونا عشان يسرعوا لنا المدرسة المدرسين كلهم اليدد اللي يبناهم بعيد إذا لا حبتوهم فهذه كل التطويرات اللي صايرة إزانينا الحين حق زليز علانة أنا من ديمة أول شي لأنه وين هديما؟ إزاني هاي الفكرة مالت الأباء والأجداد مالتي أنا فكرتي والله العظيم أنا اللي قلت هي ما كانت فكرة البي تي اي فأنا قلت لثلث سنين قلت دهم أنا أبي يوم للأجداد لأن أنا جدة وأحفاد موجودين هني فقلت إحنا الجدات صغار إيش معنى السيتونة وعيالنا أصلا يحبوننا أكثر منهم أطول البار طب صح؟ يحبوننا أكثر وإحنا نحبهم أكثر فليش تنساهم؟ خلونا لي كلنا الأجداد وإحنا أول شي يشوفون المدرسة فيصير في نوع من التعارف والارتباط من المدرسة وثاني شي لأيالي فرحون لما يشوفون اليد ديائب وكانهم لأن يعتبرون هذه هبارة مص حياتهم اليومية ففكرت إزاي ما خلوني الحين أهي استلمت كل شيء أهي وربحه وتفوقوا عليه ياريت إنا بس قالوا إنا فكرتي تفوقوا عليه وصاروا يقولوا لي لا تسوي شي لا تدين يمشي إحنا بروحنا بنسوي أنا اليوم يعني الحين من شهر وهم يشتغلون أو شهرين والله أنا ما دريت إلا اليوم بده تريد ما عدريش قاعد يصير قالت لي بس أنتي ما يخصج ولا تسئلين ولا تدرين أي شيء الشيء الثاني قالت أنت قاعدين بكرزيج وأنت تتحركين قالت أنت الحلال هذا بيتي أنا أجدم الناس قالت كل مرة أنت مين تركضين أنت قاعدين ورا وتنسين أنت لازم تقاعدين جداً وأنا أنسى لأن أنا أعتبر أن هذا اليوم يومي وأنا أستقبل وقاعد الناس جدام شون أنا أرتز جدام وأخلي الضيوفي قاعدون ورا اليوم حلفت ألي قاعدين إن ما قاعدتي جدام وما تحركتي بالربط جبسكوتي فصار لها ثلثة يام تخانقني فأنا راحت القيادة وراحت فكرة أن هي ذي فكرتي وراح كل شي مني وأخذوا عني فاليوم للتاريخ أقول لكم إنها ترى هاي مالي هاني ثالث شي إحنا قلنا لهم بتسوي معاهم مشاركة اقتصادية لأن مجلس الأحالي عندنا وايد زينين فمن أربع سنوان تقدموا في عدة مشاركة الحين صار بيننا وبينهم مشاركة اقتصادية واعتقد وايد مدارس قاعدة تسأل عن إحنا شنو قاعدين يسوي من إذا لاحظتوا في مسألة اللبس المدرسي الكافيتيريا كل أشياء أم استلموها إحنا نعطيهم الفلوس نسلفهم وأمو يرجعون لنا الفلوس فصار عبارة إن إحنا بس البن لكن التفكير والتنفيذ من المجلس الأهالي فأنا يعني ما أقدر أشكره كفايا وخاصة كل المجموعة اللي تشتقل وعلق برئاسة الأخر الديمة فلما تي الانتخابات جريب لتنسون تنتخبونهم من فضلكم حق السنوات الياية لأن الصراحة يرفعون الراس ورفعوا راس البيان ما أقدر أقول أكثر من شديد والشكر للتقدير حق كل الناس اللي قاعدين يشتغلون وإن شاء الله يكون مميز لكم وأهلاً وسهلاً فيكم في أعلى شيء في البيان اللي هو يوم الأجداد أكثر حضور يصير هو ذي اليوم فأهلاً وسهلاً ومشكري واتذكروا أن الفكرة فكريتي أنا شكراً والآن ننطلق في رحلتنا وعلى المسافرين ربط الأحزمة باستعداداً بالإبلاع ومخارج الطوارئ متنشفون معلماء على الأرض بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لم قدر صدف الله أبي موسيقى 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 خلونا نزور المحطة الأولى ونشوف سكانها من كي جي وان وايت التمهيدي الأول الأبيض ياترى السؤال وين؟ موسيقى 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 يا سلام عليكم يا السعودية يا ديار الشيام يا دار الأبطالي ويا سلام عليكم يا السعودية يا ديار الشيام يا دار الأبطالي يا السعودين حي روحك الحية مشهد انك اصيل ومطيب الفالي يا سلام عليكم يا سعودين يا ديار الشيام يا دار الأبطالي يا سعود يا سعودين حي روحك الحيا نشهد انك عصيل وطيب الفالي نشهد انك عصيل وطيب الفالي يا سعودين حي روحك الحيا نشهد انك عصيل وطيب الفالي موسيقى السكك والشوارع منك مضوية والبيارك ترفرف اسمه عالي السكك والشوارع منك مضوية والبيارك ترفرف اسمه عالي الله الله عليكم يا سعودين بالملاعب عطاكم ما لهم ثالي يا سعودين حي روحك الحيا نشهد انك عصيل وطيب الفالي نشهد انك عصيل وطيب الفالي انك عصيل وطيب الفالي ان شاء الله بكم احد سمع موس خلونا نسحب رقم وبعد النكر اصحب رقم ولا اشعراما مين سميّا سميّا المفروض انها الميكرافون والميكافور معا طيب استعاد طبعا كل شي سمعونا تحية كبيرة حكي جي وان وايت من الصراحة لك أبدع شكرا رقم تذكرة 522 522 522 ما نشوف يال او يمكن ايوة 522 زيت احين ينتين ولا نيج اني اكيد طيب اللي عنده قطابات يعطيني عشان احطان الصندوق خلاصنا من السعودية المرحلة ايايه بتصير اسرح بس يبينهم تشجيع الجماعات هر اللي فوق المسرح من التدريبات بنزور دولة ثانية جريبة وبنشوف كي جي وان بلو كي جي وان بلو التمهيد الاول ازغر يا ترى وين هالبلد وشنو اهو وشنو شكله هلونا نتابع مع بعض موسيقى 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 تهنمي اللي مش هل إسلامه الله يعز هذا الوطن يخلنا حكامه يصلوا على تهنمي اللي مش هل إسلامه الله يعز هذا الوطن يخلنا حكامه دلناها دلناها الهندج يالي قوي دلناها دلناها الهندج يالي قوي نعم لكويت أعطيك العافية خلت أذكرتك أو بس جالت أعطي تذكرتك حكسوني عشان تستلم تأخذ هديتك إن شاء الله طيب الحين بالمتعد خلونا نشوف وبنتابع معانا غريد 2 بولار بير غريد 2 بولار بير هو الصف الثاني الابتدائي الدبابة البطبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 جزر هواي بس طبعا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة